السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حنواصل في الشابتر 1 اللي هو الانترودكشن 2 ميكانيكس في الشابتر هذا حنشوف الليكتشر 2 اللي هي المحاضرة الثانية خلال المحاضرة هذه حنشوف السكالرس حنشوف الفاكترس يعني الأعداد العادية والمتجهات وحنشوف تريجونومتريك رول يعني قوانين التريجونومتريك حنبدأ بالتعريف السكالر يعني إيش السكالر يعني هي عدد طبعا لازم يكون عدد يعني العدد هذا هيعبر على كمية الكمية هذه يمكن تكون يعني عندها وحدة مثلا لو ناخذ المص المص اللي هي الكتلة طبعا الوحدة متاحة هتكون الكيلوغرام لو ناخذ مثال الفوليوم الفوليوم يعني هتكون الوحدة متاحة متر تكايف أو الانرجي يمكن تكون وات أو يمكن تكون جول يعني أنت والاستعمال يعني يعني السكالر هي بترمز للأعداد مهما كانت يمكن يكون العدد هذا واحد يمكن يكون اثنين يمكن يكون ثلاثة يمكن يكون بالماينس ماينس أربعة مثلا ماينس ستة أو بالفاصلة مثلا ماينس واحد فاصل أربعة أو ماينس خمسة فاصلة اثنين يعني هذه هي الأعداد كما يمكن أن يكون مثلا جدر تربيع ثلاثة أو جدر تربيع سبعة أو يمكن يكون بالكسور مثلا واحد على اثنين أو واحد على خمسة يعني هذه هي الأعداد بصفة عامة هذه كلها هي بالنسبة للفكتور اللي هو المتجه يعني المتجه هذا نرمز له بالشكل هذا هذا هو المتجه أكيد حيكون عنده أول شيء مجموعة من الخاصيات أول شيء يكون عنده المغريتود المغريتود اللي هي القيمة بتاعت الفكتور هذا كم طول كم قيمته مثلا آية هذه يمكن تكون 30 أو 20 بتكون حدد طبعا بيكون حدد موج نفس الشيء الخاصية الثانية اللي هي الاتجاه يعني مثلا الاتجاه بيكون مثلا عنده زاوية ألف حسبة أو بيكون عمودي أو بيكون أفقي حسبة يعني الحالة اللي عندك طبعا المغريتود بيكون أي مغريتود بيكون سكالر يعني هذا هو الفرق بين السكالر والبكتور لازم الطالب يكون حارف الفرق ما بين هاتين الثانين ما بين البكتور والسكالر هناخذ مثال على البكتور مثلا لما ناخذ مثلا جس يتحرك نقطة A إلى النقطة B سوى حركة الحركة هذه اللي هي يعني الحركة هذه المسافة هذه اللي هي يعني يمكن نرمزها بالفكتور A B أو بيتحرك بسرعة قيمتها فيلوسيتي V فيلوسيتي فيكتور V هي حتكون فيكتور أو طبعا بمعنة عنده فيلوسيتي يمكن يكون عنده تسارع A يعني الفكتور A هذه بعض الأمثلة على الفكتور الحين هنشوف إذا كان ناخذ أكثر من الفكتور كيف مرمز الأكثر من الفكتور من خلال الرسم من تع الدياجونال من تع متواجل أغلع مثلا لو ناخذ الفكتور A والفكتور B هذا من الثنين نقدر نساوي لمصرهم المجموعة متاح المجموعة متاح ما هيكون الفكتور C كيف نحصل الفكتور C مثلا لو ناخذ الفكتور هذا هو الهوى 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 trade إذا كان عاوزين مرتفء الهوى veteran وليه اي بلاس بي Voromin b لازم ناخد هذا الهوى الهوى وطفل لازم نرسم فيا tet Hak八 يعني متوازل الهداء يجبون هذا مواجه الهو tanto نظر هذا طبعا مواجه الهوى بعدا يحب الأخراء ابن هنا يجب أن ناخد الهوى أي نفسther النقطة boy هذا هو متوازل الهوى المastics هذه المسافة هو يتمثل الصمي كان المجموع تاعة الفكتور i تاعة الفكتور b هي نفسها الفكتور c يعني c هو يكون i plus b في طريقة ثانية يمكن لو ناخذ هذا الفكتور a وهذا الفكتور b شايفين هنا الثين حاطينا نتلقم نفس النقطة يعني نفس الرأس عند الرأس لكن هنا هذا هو الرأس بتاع الفكتور b والنهاية الفكتور a هي بداية الفكتور b ونحصل نفس الشيء اللي هي i plus b نفس الطريقة أو طريقة ثانية مثلاً هذه al- savior ونهاية عن نهاية A بتكون B طبعا هتكون A بلاس عفوا A بلاس B هي هذه القيمة طبعا إذا كان هنا سوينا الصام لو ناخذ الطرح مثلا الفرق مثلا لو ناخذ A مينس B شايفين هنا مينس يعني في عوضة بلاس أصبحت مينس يعني شايفين هذا الفكتور B هناخذ مينس B يعني يعني العكس شوفتو يعني هذا هنعكس بس الاتجاه هنحافظ على نفس القيمة يعني ال-B هيكون مينس B هذا هو مينس B يعني حسب هذا وهذا شايفين البداية عند هذه النهاية عند المجموعة هيكون هذا A مينس B هذا الفرق ما بين A مينس B و A بلاس B يعني هذا بطريقة الدياجون نقدر نجيب المجموعة والفرق ما بين البكتور الحين هنشوف القانون متاع التريجون المتركة اللي هنحتاجه طبعا في حديد المرات مثلا لو ناخذ تعتمد على المثلث لو ناخذ المثلث هذا المثلث هذا مثلا الظلع متاعه هذا A والذلع B والذلع C طبعا الزاوية هذه اللي هي small A الزاوية هذه اللي تقابل الظلع B والذلع C اللي هي small C أول قانون اللي هو قانون القصين A وB وC قيمة الظلع C تساوي كم تساوي الظلع A هذا square مع الظلع هذا B square ناقص 2 A B cos C لينها الزاوية المقابلة الظلع هذا كله تحت الجذع التربية طبعا كله تحت الجذع التربية هذا هو الcos يعني لازم علشان نجيب الظلع من بين الأضلع الثلاثة شو لازم يكون معلوم لازم يكون الظلع هذا من الثنين معلوم يعني A وB يكون معلوم ولازم الزاوية ما بين الظلع هذا من الثنين بتكون معلوم لنحن نستعمل هنا ونستعمل A وB شايفين نحن نستعمل A وB علشان نجيب الظلع الثالث يعني علشان نجيب الظلع الثالث شو لازم لازم يكون عندك الظلعين والزاوية تيمها بين الثنين يعني بالقانون هذا نقدر نكتبه إذا كان المثلا نفرض أنها ال-B معلومة وال-C معلومة وال-A نفس الشيء معلومة كيف نقدر نجيب ال-A بنفس الطريقة ال-A اللي هي مجهولة بتكون الظلع هذا سكوار مع الظلع هذا سكوار يعني حتكون B سكوار بلاس C سكوار ناقصة 2BC كوصين الزاوية ما بناتها من الثنين طبعا هذا كله تحت الجزاء التربية يعني نفس القانون يعني حسب المعطيات اللي عنها طيب الحين حنشوف الصين قانون الصين شو بيقول بيقول عنك العلاقة ما بين الأضلاع الثلاثة وما بين الزاوية الثلاثة طيب مثلا الظلع هذا شو بيقابله؟ بيقابله ال�-A يعني حنقسم ال�-A على الصين متعة الزاوية اللي هي تقابله الظلع الظلع B شو بتقابله؟ بتقابله الزاوية B يعني حتكون B على الصين الزاوية المقابلة نفس الشيء الزاوية C الظلع المقابل الزلع C يعني حتكون الصين على صين C يعني لازم يكون الأضلاع كلها مكتوبة من فوق والصين متعة الزاوية تكون من تحت كل هذه المعادلة تساوي نفس القانون هذا نقدر نكتبه لو نحكس لو نكتب صين الزاوية A طبعا الزاوية A شو بيقابله يقابله الزاوية A تساوي الصين B على الزلع B شفتو زاوية هذه B والظلع هو B أوكي تساوي الصين C على الزلع C يعني شفتو ملفوق اكتبنا كل يما كلهم الأضلاع ملفوق وتحت الصين أو ملفوق كلهم الصين ومن تحت كلهم الأضلاع يعني هذا هو القانون متعة الصين لو طيب كيف نستعمل الصين لو في الصين لو نقدر نستعمل مثلا المعادلتين هذا من لتين من خلال هذا من لتين مثلا لو كانت البي مجهولة وهذا معلوم وهذا معلوم وهذا معلوم وهذا معلوم كيف تساوي البي في الحالة هذه البي على تو تكون هذه فيها هذه تساوي هذه فيها هذه يعني حتكون C في الصين B على الصين C يعني بالطريقة هذه نقدر نجيب البي لو كان مثلا الـ A هي مجهولة حنستعمل المعادلة كيف حتكون الـ A الـ A حتكون الـ B نضربها في الصين A على هذه اللي هي الصين B شفتوا يعني هاي الطريقة الثانية حنريكم هذة اللي استعملت كيف نستعمل في الصين لو والقانون هذا حنستعمله كثير طيب نكتفي اليوم بهذا القدر وإن شاء الله في المحاضرة الجاية بنواصل لقية المحاضرة شكرا